أعود إليكم مشاهدين استكمال ما تبقى من أخبار 9 دقيقة أخبار الرابعة إلى الشاني الدولي أين قامت السلطات الفرنسية بترحيل جزائري يدعى بالكريم مصطفى يوم الخميس للجزائر حيث اعتبرت بأنه يشكل تهديدا لأمن البلاد والنظام العام وحسب بيان عن وزارة الداخلية الفرنسية فإن الجزائري تقرر طرده بالنظر للتهديد الخطير الذي كان يشكل على النظام العام بإبقائه على الأراضي الفرنسية في حين لم توضح وزارة الداخلية الفرنسية في بيانها طبيعة هذا التهديد